وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بما أنزله الله كانوا يقولون نؤمن بما أنزل علينا ففيه الكفاية وهو وحده الحق ثم يكفرون بما وراءه سواء ما جاءهم به إيسى عليه السلام وما جاءهم به محمد خاتم النبيين والقرآن يعجب من موقفهم هذا ومن كفرهم بما وراء الذي معهم وهو الحق مصدقا لما معهم وما لهم وللحق وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم ما داموا لم يستأسروهم به إنهم يعبدون أنفسهم وهواهم كشفا لموقفهم وفطحا لدعواهم يقول تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين لما تقتلون أنبياء الله من قبل وقد جاءوكم بما تدعون أنكم مؤمنون به لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فهل اتخاذكم للعجل كان من وحي الإيمان وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة بل كان هناك الميثاق تحت الصخرة وكان هناك التمرد والمعصية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية يخاطب بني إسرائيل بما كان منهم ثم يلتفت إلى المؤمنين وإلى الناس جميعا فيطلعهم على ما كان منهم ثم يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجابههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إنهم قالوا بأفواههم سمعنا وقالوا بأعمالهم عصينا والواقع العملي هو الذي يمنح القول الشفوي دلالته وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق وهذا التصوير الحي للواقع العملي يومئ إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام إنه لا قيمة لقول بلا عمل إن العمل هو الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة وهو مناط الحكم والتقدير فأما الصورة الغليظة التي ترسمها وأشربوا في قلوبهم العجل لقد أشربوا في قلوبهم العجل بفعل فاعل سواهم ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة وتلك الصورة الساخرة الهازئة صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا ويحشر فيها حشرا حتى لا يكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه وهو حبهم الشديد لعبادة العجل هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر إنه التصوير السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل